الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي مدبولي يبحث مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية روسيا تنفي نشر أسلحة فقيلة قرب زابوريجيا وتحذر من استفزازات أوكرانية قرب المحطة النووية الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جانيتش نشر إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري مرحباً بكم أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي وخلال لقائه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية مؤشدداً على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجة أمر مقدر تماماً كما أكد مدبولي حرص الحكومة على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجاً جاء ذلك خلال لقائه أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتنصيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنصيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعي الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجة وخلال الاجتماع اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ليؤسس قواعد العمل خلال الفترة المقبلة بحيث يوضح المهام المحددة لكل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ تكلفات الرئيس السيسي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعة يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري وخلال لقائه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد أضاف مدبولي أن القطاع المالي غير المصرفي يساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الانتاجية المختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الانتاجية ويدعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تمونية بمضبطات بلغة 184 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 143 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية فقد تم ضبط 41 طن وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 733 قضية من بينها 78 قضية خبز ناقص الوزن و76 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريدي وتدول القمح المحلي فقد تبم ضبط 12 طن أقماح محلية أجرى الأميل العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة قصيرة إلى جماعة ليفيف الوطنية في أوكرانيا يأتي ذلك قبل اجتماعي المقرر مع الرئيس الأوكراني وخلال الزيارة تفقد أبو تيريش كلية العلاقات الدولية حيث أشهد بمساهمات الجامعة في سياغة ميثاق الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدعم في محطة زابوريجيا النموية قد تعرضت لأضرار نتيجة إطلاق قضائف عليها وأضافت الوزارة أن قواتها لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا للطاقة النموية في أوكرانيا واتهمت الدفاع الروسية كييف بالتحضير لاستفزاز في المحطة موضحة أن القوات الروسية ليس لديها أسلحة ثقيلة سواء على أراضي المحطة أو في المناطق المحيطة بها موضحة أن هناك وحدات حراسة فقط جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين استمرار دعم الولايات المتحدة لاحتياجات أوكرانيا الدفاعية وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة أكد الوزير الأمريكي الدعوة إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية في المنشآت النووية الأوكرانية أو بالقرب منها وعودت السيطرة الكاملة على هذه المنشآت إلى أوكرانيا وضرورة أن تنهي موسكو عملياتها العسكرية ضد جارتها أوكرانيا شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل ماريانو جروسي على استعداده لقيادة وفد إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية وكان الاتحاد الأوروبي واثنتان وأربعون دولة قد وجهوا دعوة إلى روسيا من أجل سحب قواتها على الفور من محطة زابوريجيا للطاقة النووية ومن كامل أراضي أوكرانيا من جهته دعا الأمين العام لحلف الناتو يانس توتنبرغ إلى انسحاب القوات الروسية من هذه المحطة النووية وضرورة إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك أعلن حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية مقتل شخص وإصابة ثمانية عشر آخرين في قصف على منطقة سكنية وأكد حاكم المدينة أنه في اليوم السابق قتل ستة أشخاص وأصيب ستة عشر آخرون في هجوم روسي بالصواريخ على المدينة قالت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تتعاون مع الأمم المتحدة لإلغاء حضر تصدير الأسمدة والحبوب وغيرها من المنتجات الروسية وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه بدون حل هذه المشكلة لا يمكن حل مشكلة الأمن الغذائي لافتة إلى أن العالم كله يهتم بحل مشكلة الأمن الغذائي لا سيما البلدان النامية من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء العالمية طالبت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بضرورة إصدار تأشيرات للوفد الروسي المشارك في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت الولايات المتحدة قد فرضت في فبراير الماضي عقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشمل حظرا على دخول البلاد ووصفت الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير شرعية ووفقا للاتفاقية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمقر ينبغي على السلطات الأمريكية أن لا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤول الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة في ألمانيا أكدت وكالة الشبكة الفيدرالية أن احتياطات الغاز كافية لتشغيل مرافق التدفئة والمنشآت الصناعية لمدة شهرين ونصف تقريبا إذا قطعت روسيا الإمدادات تماما وأوضحت الوكالة أن ألمانيا تسرع حاليا في تخزين الغاز استعدادا لفصل الشتاء وأن الاحتياطات ستمتلئ بنسبة 85% بحلول شهر أكتوبر المقبل ويعمل خط نورد ستريم ون الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته القصوى هذا ودع المسؤولون الألمان المواطنين مرارا وتكرارا إلى تقليص استخدام الغاز قبل الشتاء لتخفيف أزمة الطاقة في المملكة المتحدة أظهرت دراسة جديدة أن ثلثي الأسر أو ما يقدر بنحو 45 مليون بريطاني ستدخل فيما يسمى فقر الوقود ذلك بحلول شهر يناير المقبل بينما يكافحون لدفع فواتير الطاقة شديدة الارتفاع وبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة يورك حول فقر الوقود ووصفت بالصادمة فإن حوالي 18 مليون أسرى ستعاني من حالة من عدم الاستقرار المالي بسبب ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء ووجدت الدراسة الجديدة أن 86.4% من المتقاعدين في جميع أنحاء المملكة المتحدة سوف يقعون في فقر الوقود الذي يعرف بأنه انفاق أكثر من 10% من الدخل على الطاقة بحلول يناير المقبل أعلنت الحكومة السودية رغبتها في تعويض المستهلكين والشركات مع الارتفاع الكبير لأسعار الكهرباء وخصصت لذلك مبلغا يناهز 5.7 مليارات يورو وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا كبيرا إثر تقليص روسيا بشكل هائل تزويد أوروبا بالغاز وارتفعت أسعار الغاز بشكل غير مسبوق إثر نقص الرياح على إنتاج شمال أوروبا من الطاقة الهوائية وتنتج السويد نصف استهلاكها من الكهرباء من المياه فضلا عن اعتمادها على الطاقة الذرية والهوائية في ذلك سلطت صحيفة فينانشل تايمد البريطانية الضوء على قرار البنك المركزي الغاني رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل بذلك إلى 22% في زيادة هي الأكبر منذ عام 2002 وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي ثم قام برفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 850 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي ذلك بعد أن ظل محتفظا بها عند 13.5% منذ 2015 قالت وزارة الدفاع التايوانية أنه تم رصد 51 طائرة صينية وست سفن صينية حول تايوان فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة في المقابل أجرى سلاح الجو التايواني منورات مضادة للطائرات بالصواريخ والمدافع لمحاكاة الرضي على هجوم صاروخي صيني هذا وأطلق جنود تابعون للدفاع الجوي وقيادة الصواريخ صاروخا من تراز سكايباو 3 المضاد للطائرات تايواني الصين قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ إن جهود الصين لإخضاع وتقويض تايوان قد تسفر عن حسابات خاطئة على حد تعبيره واعتبر المسؤول الأمريكي أن الصين استخدمت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بلوسي زريعة أو كذريعة لتغيير الوضع الراهن ما يعرض السلام للخطر مشيرا إلى أن هذه الإجراءات جزء من حملة ضغوط مكثفة من جانب بكين ضد تايوان قالت وزارة التجارة الصينية إن تمرير الولايات المتحدة لقانون الرقائق والعلوم يؤثر على سلاسل التوريد العالمية على حد وصفها وقالت الوزارة إن الصين ستتخذ إجراءات قوية لحماية حقوقها المشروعة عند الضرورة كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع مؤخرا قانون الرقائق والعلوم لعام 2022 بعد تصويت مجلسي الشيوخ والنواب وسوفر الإجراء البالغ 280 مليار دولار مساعدة مالية كبيرة للشركات الأمريكية أكد رئيس البلمان العربي عادل العسومي أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها بعض شعوب الدول العربية جراء الصراعات والنزاعات وأيضا على صعيد الأزمات العالمية الحالية ودع العسومي بناسبة اليوم الدولي للعمل الإنساني إلى تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بالعمل الإنساني التطوعي في مواجهة الأزمات مثمنا الجهود العربية المبدولة من جانب قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية لدعم وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إطلاق عملية أمنية بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد وذكرت الخلية أن العملية تشملت تفتيش مناطق قبلك، قشلان، شوراو ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي وتدمير مخابئه لقي 38 شخصاً مصرعهم جراء الحرائق التي شهدتها الجزائر هذا واشتعلت حرائق الغابات في المناطق الجبلية بشرق الجزائر وكانت ضحايا من مليتي طارف وصطيف ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون بمساعدة الطائرات الهليكوبتر احتواء عدة حرائق تهدد السكان وصل رجال إطفاء من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية التصدي للحرائق في غرب إسبانيا وأضافت خدمات الطوارئ في المناطق أن ما يقرب من 10 ألاف هكتار قد احترقت في حريق بخيس ما تسبب في نزوح 1500 شخص من منازلهم وبدوره قال الرئيس الإقليمي لفالانسيا إن حريق بخيس يبلغ موحيطه حوالي 50 كيلو مترا في إيطاليا يكافح رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات واسع قد اندلع في جزيرة بانتليريا وتم إجلاء العشرات من منازلهم مع اقتراب الحريق من أحياء سكنية كما ضمرت النيران بعض الهياكل الخشبية في الجزيرة لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات ويعتقد أن الظروف الجافة ناتجة عن الجفاف والإهمال أو الحرق المتعمد هي الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الحرائق كشفت المفوضية الأوروبية أن حرائق الغابات تسببت هذا العام في التهام 700 ألف هكتار من الأراضي في الاتحال الأوروبي وهو رقم قياسي لهذه الفترة من العام منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية في عام 2006 موجة الجفاف التي تضرب أوروبا تزداد حدتها يوماً بعد يوم المفوضية الأوروبية وصفت موجة الجفاف التي تضرب القارة العجوز بأنها قد تكون الأسوأ منذ 500 عام بسبب ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار عاجزة في الوقت نفسه عن تقديم إجابات محددة عن أسباب موجة الجفاف وتعاني عدة دول أوروبية من جفاف غير مسبوق هذا الصيف بسبب التغيرات المناخية التي دفعت بعض الحكومات إلى البدء في اتخاذ إجراءات لمواجهة شح المياه ففي مدينة ليون الفرنسية قررت السلطات حظر استخدام المياه في غسيل السيارات أو ري الحدائق المنزلية كما قررت إغلاق عدد من الأماكن المخصصة لاستحمام زوار الشواطئ كذلك انخفض منسوب المياه في بحيرة أنسي الشهيرة بمقدار 33 سنتيمترا منذ بداية الصيف أما في المجر فتشهد البلاد موجة من الجفاف هي الأكثر منذ عام 1901 وهو ما أدى إلى انخفاض هطول الأمطار بنهر الدانوب بنسبة 25% الأمر لا يختلف كثيرا في بريطانيا التي أعلنت عن فرض قيود جديدة على استخدام المياه وفي إسبانيا تسببت موجة جفاف في تدمير مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية ووصف المزارعون الإسبان الوضع بالمأساوي تواجه أجزاء كبيرة من أوروبا أسابيع من درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في اندلاع حرائق غابات كبيرة وأدت لانخفاض منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا بينما زاد معدل جفاف منبع نهر التيمز عن السنوات الماضية أعلنت وسائل إعلام رسمية في الصين عن مقتل ستة عشر شخصا نتيجة سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة على إقليم تشانجهاي بغرب البلاد بينما وصل عدد المفقودين إلى ستة وثلاثين شخصا من جانبه أفاد تلفزيون الصين المركزي أن أمطار غزيرة بدأت في الهطول على مقاطعة تانجونغ ما تسبب في سيول إن همرت على سفوح الجبال وانهيارات أرضية في نيوزيلندا تم إخلاء مئات المنازل بعد فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة خلال عاصفة ضربت بعض مناطق ساوث آيلند في جنوب الجزيرة وأدت العاصفة الاستوائية المنشأ إلى التي رافقها هطول أمطار قد تصل إلى ثلاثين سمت مترا إلى فيضان مياه الأنهار وأدت إلى سقوط أشجار تسببت في إغلاق محاور طرق مهمة كانت السلطات قد أعلنت حالة الطوارئ في بولر في منطقة السحر الغربي وفي مدينة نيلسون حيث تم إخلاء 233 منزلا بعد هطول كميات تعادل شهرا من الأمطار خلال أقل من 15 ساعة لقيا 16 رجل إطفاء مصرعهم في حريق مستودعا للنفط في غربي كوبا كانت النيران قد اشتعلت في أربعة من ثمانية خزنات تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المزوت في أكبر مركز في البلاد لتغزين النفط دعا مدير عامي منظمة الصحة العالمية تيدرس أدهانوم إلى ضرورة تركيز جميع دول العالم على ضمان استعدادها لمواجهة جدر القرد ووقف انتقال العدوى باستخدام أدوات الصحة العامة الفعالة وقال أدهانوم إن اللقاحات قد تلعب دورا مهما في السيطرة على تفشي المرض وفي العديد من البلدان هناك طلب كبير على اللقاحات من المجتمعات المتضررة وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تشعر بالقلق من الوصول غير المتكافئ إلى اللقاحات يزور وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور كريس كونز إلى كينيا للاجتماع بالرئيس المنتخب وليام روتو وزعيم المعارضة أو دينجا والذي يعتزم الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة وكانت اللجنة المستقلة للانتخابات قد أعلنت فوز روتو بعد حصوله على حوالي 50.5 من 10% من الأصوات متغلبا على منافسه أو دينجا الذي حصل على حوالي 49% ويأتي الإعلان بعد أن انسحب أربعة من مفاوض لجنة الانتخابات السبعة من مركز الفوز الوطني وعقدوا مؤتمرا صحفيا مقتضبا أعلنوا فيه تبرؤهم من النتائج انطلقت فعليات المبادرة القومية لتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظة الشرقية وذلك تنفيذا لتكلفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم وتحت مظلة كيانات التعليم المختلف حيث تم تسليم عدد 89 جهاز كمبيوتر محمول لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية ترجمة نانسي قنقر شهدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شؤون البيئة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق وتنفيذ جائزة مواجهة التغير المناخي في أفريقيا بهدف تشجيع كافة القطعات من أصحاب المصالح لاتباع نهج صديق للبيئة وتخفيف معالجة وطأة التغير المناخي وتطبيق مبادرات قائمة على الابتكارات في مجال العلوم والتكنولوجيا لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة سلمت وزارة التخطيط أربعة مراكز تكنولوجية متنقلة لمحافظة القاهرة لكل من أحياء الموسكي شرق مدينة نصر حضائق القبة والويلي لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء وذلك لتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها يصل عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لوزارة التنمية المحلية إلى 37 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تشمل خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء طلب تصالح عن مخالفات البناء وطلب بيانات صلاحية موقع وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء وطلب توصيل مرافق دائمة بالإضافة لطلب ترخيص إعلان وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة في إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتة العملاق تم توقيع عقدين بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة أخرى ذلك تنفيذا لإنشاء محطة محاولات روافع ترعة الحمام وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعين حوالي 720 مليون جنيه ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالي عام لكل محطة على حدة وجه محافظ سهاج طارق الفقي باستمرار التنصيق بين مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم لمزارع القمح والتجار والموردين وتكثيف حملات الرقابة لضبط حركة تداول الأقمح والالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات التوريد وسط تيسيرات عديدة اتخذتها محافظة سهاج تتواصل عمليات استقبال الأقمح المحلية من المزارعين والموردين بشواني وسوامع المحافظة ضمن موسم التوريد هذا العام والذي من المنتظر أن يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري الحمد لله في السهاج ما زلنا مستمرين في استلام الأقمح المحلية وصلنا الـ 111 138 طن لغاية النهاردة وإن شاء الله هنستمر في الاستلام حتى نهاية شهر أغسطس إدمنا حوالي 15-16 يوم مستمرين في الاستلام لآخر يوم بعد كده أي مقصر هنتخذ الإجراء القانوني ضده ما زالت المواقع مفتوحة في كل مركز فيه موقع تخزيني مفتوح بيستلم أمح ما قد من التسهيلات الكافة للمزارعين أي مزارع بيورد الأمح بتاعه أو تاجر على طول مستحقاته بتطلع خلال 48 ساعة الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية للمزارعين والموردين عقب الانتهاء من توريد الكميات المقررة أصبح أهم ما يميز عمليات التوريد هذا العام بالإضافة إلى الفرز الجيد للأقماح والتي أثبت جودة محصول القمح المحلي هذا العام ما يبشر بإنتاجية عالية هذا العام والأعوام القادمة نحن في موسم استقبال الأقماح المحلية موسم 2022 الأقماح الانتاجية عالية الجودة مرتفعة جدا الحبوب ممتلئة نحن نقدم جميع التسيرات للمزارعين في عمليات استلام الأقماح المحلية من أول ما تدخل العربية لما يتم التفريغ على النقرة كما هو موجود في الصورة أمامكم طبعا أسعار الجمح محددها وزارة التومين بأسعار ممتازة جدا ويظل التأكيد على ضرورة توريد كل كميات الأقماح المقررة طبقا للحيازة الزراعية أمر مهم أعلنته وزارة التموين لكل مزارع الأقماح هذا العام حتى يتمتع المزارع بجميع الميزات التي تكفلها وزارتي التموين والزراعة للمزارعين خلال المواسم الزراعية أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى حرص الوزارة على وجود بصمة واضحة للعاملين بالإدارة المحلية لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وإعداد كوادر محلية طليق بالجمهورية الجديدة وفي بياننا قال أمنى أن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي والتي بدأت هذا الأسبوع بمركز سقارة لتدريب ستواصل تدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم مواضحا أن الدورة تستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال أليات التغيير وإدارة الموارد الذاتية ترجمة نانسي قنقر اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية برأس غارب ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي إن القافلة وقعت الكشف على 525 بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين مع صرف العلاج مجانا كما تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مع اتباع الإجراءات الاحترازية شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية بمركز الصنطة ضمن مبادرة حياة كريمة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1722 حالة وتم صرف الأدوية بالمجان وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أسامة أحمد أن القوافلة الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية مشيرا إلى أنه تم تحويل 25 حالة التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات كما تم عمل ندوة تثقفية للمترددين على القافلة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة بمقرها بمدينة العالمين الجديدة وخلال الاجتماع دعا رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الحادث الذي وقع بكنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة كما توجه مدبولي بالأصلة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة لمصر وقداست البابا توادرس الثاني بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث كما وجه مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة في الحكومة متعهدا ببدل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة لتنمية الشاملة موجها بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشاركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة ترجمة نانسي قنقر انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى انتفاء العمدية في الحريق الذي نشب بكنيسة أبو سفين بن بابا وذلك بعد مرور 72 ساعة من وقوع الحادث وأكدت التحقيقات أن السبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع الطيار بها بالتزامن مع عودة الطيار وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجية من المولد والتي تم تركيبها منذ خمس سنوات وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها مما أصفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق كانت النيابة العامة قد تبقت من هذه أو تيقنت من هذه نتيجة من اتصاق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها حيث سألت النيابة العامة ثلاثة وثلاثين شاهدا من بينهم ستة عشر مصابا منهم من أكد أن اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع الطيار الكهربائي بالكنيسة وأنهم سمعوا صوت شحنات كهربائية صادرة من داخلها بالتزامن مع عودة الطيار إليها وأن الحريق قد اندلع عقب ذلك وهو الأمر الذي فسره الفحص الفني حيث انتهى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بعد معينتها لمصرح الواقعة نفاذا لقرار النيابة العامة إلى أن الحريق قد شب بغرفة المخزن الكائنة بالطابق الثاني بالكنيسة نتيجة خلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد الكهربائي الموجود والممتدة بصورة غير منتظمة للوحة الخاصة بالمفاتيح الكهربائية وهو ما فسر منتهى إليه الشهود في أقوالهم كما أكدت تحريات الشرطة وأيادها الشهود أن أحدا لم يتسبب عمدا في سوء حالة التوصيلات والمولد أو إحداث الحريق الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقة أهلا بكم من جديد إلى نشرة الثالثة كشفت وزارة البترول عن أن أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة نسبتها تصل إلى 45% حتى نهاية يوليو الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوزير البترول طارق الملة لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز لتموين السيارات قواقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز وأكد وزير البترول أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة لتوسع في استخدام الغاز في السيارات والإسراع بخطة الانتشار السريع للمحطات أكدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن توفير مناخ الاستثمار الصناعي وتقديم الخدمة على أكمل وجه للمستثمر هي محور عمل الهيئة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على رأس وفد فني من قيادات الهيئة وذلك مع أعضاء الغرف الصناعية بمقر اتحاد الصناعات لبحث فرص الاستثمار الصناعي والتواصل مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم بالإضافة لعرض أبرز التيسيرات التي تم إقرارها وخطة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة ترجعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات متقلبة بعد أن ألمح عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إلى زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل حتى مع اشتادي مخاطر الركود وانخفض المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 1 من 10% ليحوم مقتربا من أدنى مستوياته منذ أسبوع وأقادت شركات التعدين والبنوك الخسائر في حين ارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 4 من 10% مع استقرار لأسعار النفط الخامة ننتقل الآن مع حضراتكم مشاهدين إلى مدينة العالمين الجديدة لنقل وقاع المؤتمر الصحفي الذي يوقده وزير الإسكان عقب اجتماع الحكومة لتطوير المناطق ذات الخطورة أو المناطق المتدهورة طيب هي ليه المنطقة دي كانت بتعد مناطق خطورة أو مناطق متدهورة أو مناطق متدعية في الحقيقة أن جزر النيل كلها كانت معلنة محميات طبيعية وكان هناك عمران في هذه الجزيرة بيخدم أغراض الزراعة وده كان مستمر لفترات زمنية طويلة ولكن الزحف العمراني اللي تم على داخل جزيرة الوراء جيه بشكل مضطرد كبير جدا ويمكن هنشوف دلوقتي احنا في سنة 96 كان مساحة الكتلة المبنية 60 فداني فقط والباقي كلها أراضي زراعية فعشر سنوات الستين فدان دول قفزوا لـ 150 فدان وبعدهم في سنة 2019 في 13 سنة بس وصلنا لربعمائة فدان دي الكتلة المبنية داخل الجزيرة انتم تخيلين حضراتكم حجم النمو العمراني اللي بيحصل تقريبا 25 فدان في السنة بيتم انتهاكهم والبناء عليهم بشكل غير منظم طبعا لا يوجد ترخيص مباني لأن هذه الأراضي داخل محمية طبيعية ما كانتش مرخص بيها في الإنشاء بالإضافة بقى للمشكلة الأكبر وهو تدهور البيئة الطبيعية لمجرى النهر انتم تخيلين 400 فدان من المباني دون وجود صرف صحي دون وجود أي شيء ده أحوال ترسيب بتتعامل حفر في الأرض بتنتهي بيها المقال إلى نهر النيل فكان هناك مشكلة كبيرة وتدهور بيئي ضخم بيتم داخل القاهرة داخل العاصمة فكانت الدولة لازم تخش وفي إطار خطتها لتطوير المناطق ذات الخطورة الدهمة وتحاول تصلح هذا الأمر طيب المساحة الجزيرة 1295 فدان وده بيشمل أراضي بيتم النحر فيها والترسيب عدد المنازل اللي فيها 5956 منزل بإجمالي المساحة العمرة طيب المساحة تحت إحنا ابتدينا لما تعملنا مع الموضوع ابتدينا بسياسة اسمها سياسة الشراء الرضائي سياسة الشراء الرضائي دي بتنتجها الدولة في كل مناطق التطوير العمراني اللي بتتم في حال ما إذا كانت الأراضي مملوكة للأهالي سياسة الشراء الرضائي للأراضي الزراعية ولو حضراتكم حد من السادة الحضور يعرف 8 الفدان زراعة كام في محافظات مصر المختلفة إحنا بندفع في جزيرة الوراء للفدان الزراعي ستة مليون جنيه بنشتري رضائيا من الناس الفدان بستة مليون جنيه ما تمست الشراء رضائيا حتى الآن 888 فدان وستة من عشرة بنسبة 71% بتكلفة خمسة مليار جنيه تم صرفهم مباشرة لأصحاب هذه الأراضي طيب والنشاط الرجل ده كان مزارع إحنا كان في المقابل في حلول أخرى اللي عايز أراضي زراعية بنتحلوا حجم الاتنين عايز بدال الفدان بتاعك أرض زراعية إحنا كوزارة إسكان هيئة مجتمعات العمرانية الجديدة عندنا في مدينة السادات نطاق بفر زراعي أو نطاق زراعي في هذه المدينة وكان المبادلة الفدان في الجزيرة بتسعتاشر فدان في السادات تلتمية خمسة وسبعين ألف قيمة الفدان عايز تشتري تعال اشتري عايز تعويضك يبقى بأراضي زراعية في السادات تعال اخذ أراضي زراعية في السادات وبعض الأهالي طلبوا هذه الأراضي طيب إحنا ده في تعاملنا مع الأراضي طيب في تعاملنا مع المباني وتاني هأكد أن هذه المباني بنية بدون ترخيص طيب إحنا بتدينا نعمل زي ما عملنا في كل مناطق إعادة التخطيط والتطوير على مستوى الجمهورية زي ما عملنا في مسبيرو زي ما عملنا في مجر العيون زي ما عملنا في في رودة السيدة ابتدينا نعوض الملاك سواء كانوا ملاك أراضي أو ملاك وحدات وهناك ثلاث أنواع من التعويض الحائز لوحدة يعني واحد مؤجر بنعوضه طيب والمالك المالك الوحدة بيعوض عن ملكيته ومالك الأرض بيعوض عن الأرض وبالتالي انت بتعوض الحائز واحد مؤجر وحدة بتدي له التعويض والتعويض محسوب بالشقة السكنية وفقا لتقدير جهات التقييم في اللجنة الربعية وهيئة المساحة ده بالإضافة إلى تعويض اجتماعي لكل وحدة يعني انت بتعوض الساكن وبتدي له التعويض عن المكان اللي هو يسكنه وبتدي له كمان تعويض اجتماعي عشان له هينقل إلى مكان طيب الراجل اللي ساكن في وحدة سكنية التعويض ده هل هو مادي مش يجيب له حاجة؟ لا احنا كمان طرحنا مجموعة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة في مدن العبور وحداء اكتوبر وكمان في منطقة مطار مبابا وبعض السادة المستحقين التعويض انتقلوا في 75 واحد راحوا مدينة العبور 26 واحد راحوا حدائق اكتوبر في 49 واحد من 77 في 77 تقدموا 49 انتقلوا لمنطقة مطار مبابا في وحدات بديلة بنقدمها للسادة السكنين طيب واللي عايز يسكن واللي مش عايز يسيب المكان ده كان بديل مطروح في كل مشروعات التطوير اللي احنا عملنا اهل ماسبيرو راجعين والقرع بتاعتهم هتتعامل في اخر الشهر ده عشان الابراج اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها على الكورنيش النيل دي دي بتاعة السكن البديل احنا ما بتديناش في اي حاجة لسه في تطوير مسلس مسبيرو كل ما تم انشاؤه ده دي وحدات السكن البديل اللي الناس هتبتدي ترجع فيها زي ما رجعوا في مغرى في في تل العقارب رودة السيدة وزي ما انتقلوا مع سكنهم وعملهم في المناطق المختلفة طيب احنا عشان نبتدي مشروع الاعادة التسكين الناس داخل جزيرة الوراء احنا ما عندناش اراضي هناك وطبعا مش هاجي على الارض الزراعية اللي احنا بنستحوذ عليها ونبتدي نعمل عليها بناء دون ان يكون هناك فكرة تخطيطية وده محتاج دراسة ومحتاج وقت عشان برضو بعض الناس بتنزل نمازج من مشروعات كانت معمولة سابقا ويقولك ده اللي هيتعمل احنا لما ابتدينا نعمل اعادة البناء في الوراء اخترنا منطقة عجلة واحد وستين فدان هذه المنطقة ابتدينا نعمل برضو فيها طبعا دي صدر لها قرار نزع ملكية لاغراض عادة التخطيط وابتدينا نبني فيها السكن البديل اللي هو اربعة تلاف وحدة سكنية وده اللي احنا بنعمله احنا المنطقة دي اللي بنبني فيها في الواحد وستين فدان احنا قريدي تم نقل ملكية خمسة واربعين فدان بالشراء الرضائي احنا اشتريناهم من ناس بس احنا اشترينا بقى زي ما حضراتكم شايفين في مناطق مبني فيها وحدات عشان يبقى فيه تركيز والناس ترجع مطرح ما هي كانت موجودة فخمسة واربعين في المية خمسة واربعين فدان من الواحد وستين فدان ارتبت بالواقع بالواقع احنا تم شراءهم رضائيا المنطقة دي فيها ميتين وخمسين مبنى مية خمسة وعشرين مبنى تم شراءهم رضائيا وتعويض الناس فيهم وجاري الاعمال البناء اللي بيتبني ده هو السكن البديل لمن لا يرغب ان هو يغادر الجزير ولكن احنا لسه في مرحلة البناء لان بياخد وقت انك بتتفاوض احنا لم يتم نزع الملكين احنا طلعنا الناس احنا زي ما بقول لحضراتكم حتى الان في هذه المنطقة كل ما تم هو شراء رضائي وكل الاراضي اللي تم الشراء رضائيا حتى هتلاقوا في بعض المباني تمت وجنبها قدامها حيطة فاضي دي لسه ما تمش التعامل عليه وبنتعامل مع الناس وبنتكلم معهم وزي ما قلتوا حضراتكم بيئة الاسعار اللي احنا بنتكلم عليه طيب هل في حاجة تانية في الجزيرة اه في حاجة تانية فيه قرارين نزع ملكية موجودين في الجزيرة ودي لي اغراض بقى حاجة خاصة بالدولة منهم خط تنظيم النيل وحضراتكم تعلمونا جيدا ان خط تنظيم النيل 30 متر ده ملك وزارة الراي خط تهزيب النيل لما اتعمل في جزيرة الوراء اتضح ان هناك مجموعة كبيرة من المباني ويمكن الصور اللي كانت في البداية ده مباني داخل خط تهزيب النيل ده مبنية قبل جهة النيل طيب الارض دي مش املاك مواطنين طيب احنا بنتعامل ازاي احنا هنا برضو الدولة بتعوض المواطن عن المبنى ده كل وحدة كل غرفة بتم تعويده عليها حتى الصالة بتحتسب غرفة وبياخد كمان تعويد اجتماعي على المبنى ده مع انه غير مالك للارض انما بيعوض ولكن هنا ما فيش تعويد طبعا للملكية لان دي ملكية الدولة دي وزارة الرأي فبالتالي قرار 30 متر بتقول خط تهزيب النيل ده احنا شغالين فيه قرار التاني لنزع الملكية هو القرار الخاص بتأمين محور تحيا مصر المحور تحيا مصر طالع له برضو قرار نازع ملكية يمين ويسار المحور عشان احنا شفنا قبل كده حوادث حصلت في كبرى السيدة عائشة لما كان في بعض الانشطة بتتعامل تحته ممكن ده يؤدي الى كوارث كبيرة ومحور تحيا مصر محور رئيسي وشرياني داخل الدولة وفيه نظام انشائي خاص مش عايزين نعرضه لأي مخاطر وبالتالي تم التعامل على هذه المساحة اللي بتقدر بحوالي واحد وتسعين فدان الواحد وتسعين فدان برضو للعلم حضراتكم سبعة وستين فدان بالفعل تم التعامل معهم رضائيا في خمسمية وخمسين منزل تلتمية وثلاثين منزل تم التعامل معهم رضائيا ولكن والتعامل زي ما قلت لحضراتكم بيعوض المواطن عن المسكن وعن الملكية الأرض بالإضافة إلى التعويض الاجتماعي والتعويض عن الأراضي الزراعية بالقيمة اللي احنا بنقولها لحضراتكم سواء كان عايز ياخد هذه القيمة مالية الستة مليون جنيه للفدان أو لو عايز أراضي زراعية في اللي بتاحها لدينا في هيئة المجتمعات أما ما يثار أن هناك إخلاق قصري أو الدولة ما عملتش ده في أي من مشروعاتها وأعتقد أن التجارب اللي احنا عايشينها أثبتت أن مفيش هذا الأسلوب في التعامل أبدا العملية عملية تخطيطية إحنا حجم التعويضات اللي دفعينها لغاية الآن في جزيرة الوريق بلغ ستة مليار جنيه للمواطنين المبلغ ده يعني منه بس للتعويضات أراضي خمسة مليار ده بالإضافة إحنا تكلفة السكن البديلي اللي حضراتكم شايفينه ده 2 مليار جنيه 2 مليار جنيه عشان المنطقة العجلة الـ 4000 وحدة سكنية اللي بيتم بناءهم إحنا في حالات كتير الناس في ماس بيرو إحنا مضينا معاهم عقود من 3 سنوات إن كل واحد قيمة التعويض بتاعته المستحقة كذا وإن هو اللي طلب العودة إلى المكان تعمل معاه عقد وإن هو هيرجع للمكان وأخذ قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى مبلغ لنقل متعلقاته عشان بعد 3 سنوات ما هيخلصه هيجي يرجع يسكن الناس بدلوقتي بتستعد عشان تقدم للمستندات اللي معاه عشان القرع وإن كنا متأخرين عليهم شهرين أو 3 ولكن الشيء الملفت ووعي الناس إنه محدش متزمر ليه؟ لأنه راح وزاري المكان ولقى ما تم الوعد به محقق وعلى أعلى مستوى فالناس متفهمة ما فيش مشكلة يمكن زي ما قلت لحضراتكم في البداية هناك من يحاول أن يؤجج الموضوع في جزيرة الوراء ولكن ده ما بيخلناش برضو نحيد عن المصار إحنا بنتكبد الاثنين مليار بتوع المباني اللي إحنا إحنا بعض الأراضي اللي اشتريناها دي اشترينا أراضي عشان نعمل مصار نوصل به جوه المنطقة عشان نبني مش عشان أبني أنا بشتري أرض عشان أعمل مصار بس يدخلي معداتي وأدواتي لجوه عشان أبني فيها فديل جزيرة فطبعا إحنا بنأكد أن مصار الدولة في التعامل مع المناطق ذات الخطورة الدهمة مصار واحد ومصار محدد بيضعف الحسبان لأن التجربة ما نجحتش إلا لما كانت مكسب ومكسب للطرفين الدولة في إطار حفاظها على البيئة وحفاظها على المخاطر اللي قد يتعرض لها الأهالي والمواطن نفسه في أنه يكسب أنه يعيش في بيئة آمنة ويهيأ لأولاده حياء أفضل ولو في أي أسئلة عند حضراتكم إحنا تحتمركم مع الوزير بنبارك لحضرتك تجديد الصقة المستحقة وكنت عايزة لحضرتك عن حاجات كتيرة بس أختصر عشان زماني بس متى افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة والمنصورة الجديدة اللي بننتظرها من فترة طويلة طيب وإن كنا أنا أفضل لو تسمحوا لي حضراتكم أن إحنا نركز في أسئلتنا على الموضوع لنقاش النهاردة إلا أني هجاوب برضو على حضرتك إحنا المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة إن شاء الله جاهزة من الآن وإن شاء الله هي في الافتتاح خلال آخر تمانية لمنتصف تسعة سيتم تحديد هذا الموضوع العالمين إن شاء الله في آخر الصيف هنكون جاهزين بالمرحلة الأولى العاصمة الإدارية إحنا تم من شهر يونيو التشغيل التجريبي وإحنا بنتواجد في وزارتنا على الأقل مرة في الأسبوع وكل أسبوعين بيحصل اجتماع مجلس الوزراء هناك مباني الحكومية جاهزة ولكن العاصمة الإدارية وهذه المدن دي مش مشروع صغير يعني إحنا المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية أربعين ألف دي جماعة دي مدينة المرحلة الأولى الوحدها أربع مرات الشيخ زايد أربع مرات وتلاتة من عشر بالزبط مدينة الشيخ زايد دي المرحلة الأولى وسيظل العمل شغال إنما إحنا المعاد بيحدد عشان بس نهيئ البيئة المناسبة للانتقال لما تنقل الحكومة والموظفين إلى هذا المكان يجب أن يكون هذا الانتقال سهل وسلس بالإضافة أن يكون هيئ لهم كل السبل للإقامة والإعاشة إحنا السادة الزمل الموظفين اللي هيعيشوا واللي هينتقلوا في شرق القاهرة ويعيشوا هناك تم هذا الأسبوع إبلغهم برقم الوحدة اللي هو هيخدها في السكن بتاع المنتقلين إلى العصمة فالأمور ماشية بشكل جيد جدا وكل الأمور يعني إن شاء الله في خلال هذا العام المراحل الأولى هتكون ابتدت إحنا المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة بتتعدى 16 ألف وحدة سكنية مرحلة الأولى بس مع الوزير تحياتي لحضرتك وبشارك زميلي في التهنية لحضرتك بالتجديد في السقل معليك سؤالي حوالي نفهنم الموازنة التي تكلمت عنها حتى الآن دفع 6 مليار جنيه رقم كبير جدا من ميزانية أي وزارة هل من ميزانية وزارة الإسكان أم من أي ميزانية والسؤال الآخر حول الصورة النهائية لتطوير هذه الجزيرة المهمة لأن موقع استراتيجي كما تعلم هل في تصور لتوقيت زمن معين يخرج للناس عن صورة نهائية تمام شكرا خليني أقول لحضراتكم إن إحنا في موضوع تطوير المناطق ذات الخطورة الدهمة كانت بتتولى هذه المرحلة 250 ألف وحدة اللي تم الانتهاء منهم وخرجهم بالكامل من المناطق الخطورة الدهمة بتولى الإنفاق عليهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة اقتصادية يعني هيئة اقتصادية يعني مش هيئة موزنية يعني بتاخدش من موزنة الدولة يعني ما بيحط لهاش الدكتور محمد معيط تمويل لا هيئة اقتصادية بتشتغل فيما يصدر لها بقرارات جمهورية من الأراضي زي مدينة العالمين ومدينة المنصورة ومن خلال خطة التطوير والاستثمار اللي عملتها الهيئة وانتهاجتها في فترة ولاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن هناك نقلة نوعية كبرى حصلت لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللي كانت في 2014 موزنتها في السنة لا تتعدى 13 مليار جنيه احنا هذا العام موزنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 144 مليار جنيه 143 مليار جنيه طبعا السياسة تغيرت الرؤية تغيرت الناس اللي كانت برضو بتسأل وينهي مني برضو اوضح هذه النقطة طب احنا عملنا القفزة دي منين يعني منين الهيئة قدرت تحقق هذه التفرة طبعا رؤية القيادة السياسية بأن كان في بعض العناصر الهيئة بتحول فوائضها لوزارة المالية فخامة الرئيس قال لا خلوا هيئة المجتمعات العمرانية تنطلب وحط معانا مصار للانطلاق بداية المصار ده السياسات التلاتة اللي بتنتهجهم هيئة المجتمعات الاولى هي الدعم للفئات المستحقة فيش دولة في العالم بتبني وحدات تديها للناس ببلاش مفروشة ده ما تمش غير في الرؤية اللي وضحها فخامة الرئيسة القضاء على المناطق العشوائية واعتقد ذات الخطورة الدهمة واعتقد الحمد لله ان احنا قضينا على هذا الملف بشكل كامل النقطة التانية في هذه السياسة او السياسة التانية اللي بتتبعها هيئة المجتمعات هي انك انت بتتيح او مؤسف المساندة خلينا الاتاحة دي التالتة المساندة انت الطبقة الوسطى الدولة وهيئة المجتمعات لا كانتش بشتغل غير في الاسكان اللي كانوا بيسمى الاسكان الشعبي او الاسكان الاقتصادي فقط لا احنا في الرؤية الجديدة اللي تم تنفذها وحضراتكم بتشوفوا مشروعات سكن مصر ودار مصر في اطار مبادرة سكن كل المصريين ده بيساند الفئة المتوسطة وفوق المتوسطة بشوية في وحدات سكنية بتتمتع بالقدرة على الشراء سويا بقى كان بمبادرات دعم الفايدة والتمويل العقاري وكل ده وبالتالي دي شريحة كبيرة جدا من الشعب بيتم مسندتها والتعامل معاها بهامش ربح صغير جدا ولكن هامش الربح مع حجم الطلب بيحقق عواقت الحاجة التالتة بقى الاتاحة ما كانتش الدولة في مراحل سابقة بتشتغل على الاسكان الفخر ما كانتش بتقدمه زي اللي احنا بنشوفوا حضراتكم هنا في العالمين في الابراج او ما يتقدموا الدولة في مشروعاتها من الفيلات والتاون هاوسز وإلى ذلك الاتاحة دي ايه ميزتها الدولة بتخدم كل مواطنيها المواطن محدود الدخل له عند الدولة حق بتشتغل عليه متوسط الدخل له عند الدولة حق حتى ميسور الحال له عند الدولة حق انا ميسور الحال وعايز اتمتع بهذا اليوصر بدل ما اروح اشتري وحدات في دول اخرى بدون ذكر المتاح منها طيب ما انا اقدم ده في السوق بتاعي في الاماكن بتاعتي للمواطن بتاعي وهنا انا بقى اتحله وبديله حقه لانه هو صاحب حق عني التلات سياسات دول مع بعض اللي تم اقرارهم بناء على البرنامج بتاع سياسة رئيس اللي جيه مع بداية عملنا كان هو مفتاح الحل لهذه القفزة انا بساند الفئة اللي تحتاج وبأتيح شوية للفئة المتوسطة وبرضو بعمل اتاحة لميسوري الحال باخد من القطاع من اللي انا اتعملت معاهم في السياسة التالتة والتانية وادعم به زوية الاستحقاق في الاسكان الاجتماعي بص يا فندم احنا ما بنستبقش الاحداث طبعا لان برضو الناس اخذت بعض الصور او المخططات اللي كانت معمولة من مثلا 15 سنة وابتدت تقول عين حورس كل ده ماهوش حقيقي طيب احنا هنقدر نعمل ايه بالجزيرة وفي الجزيرة وحضراتكو تعلمون جيدا انا مقدرش اعمل مشروع دون جدوى اقتصادية انا لغاية الان مش عارف انا امتى هيبقى عندي الاتاحة ان انا اقدر اشتغل لو عملت مشروع من النهار ده وعملت له دراسة جدوى اقتصادية بعد 6 شهور الجدوى دي اختلفت لو انا بقى زي ما من 5 سنين عامل مشروعات يبقى المشروعات دي بلنما برضو عايزين نأكد على شيء ستظل جذيرة الوراق هي الرئة داخل القاهرة احنا عايزين نوجد هذه الرئة ولكن برضو مش عايزين نعرض المكان ده لانه هو ينتهك مرة اخر او يتم التعدي عليه لان اذا كانت الدولة في مراحل من التنمية قادرة ان هي تحافظ على ده رغم كل اللي احنا شايفينه من القلقلة والاتدعاءات الا ان احنا عايزين لما نتدخل نحافظ على المبدأ ان احنا بنشتغل جوه النيل بنشتغل في منطقة ذات حساسية بيئية عايزين نخلق قلب رئة للقاهرة منطقة قد تكون القاهرة محرومة منها في المناطق الترفيهية والمناطق اللي بتضيف قيمة مناطق الواجهات النيلية زي ما طورنا في مامشى اهل مصر وبنطور في العشرة كيلو اللي احنا شغالين فيهم في المرحلة التانية والتالتة احنا جزيرة الوراء ده اللي هيكون مخطط ويتعمل ولكن لما يبقى الاتاحة موجودة هيتحط المخطط وفقا للدراسة الاقتصادية المناسبة اخدم في الاعتبار بالمعايير اللي احنا اتكلمنا فيها سيادة الوزير منصور كامل جارية الاخبار واضح حركة طبعا في ضوء الحديث احنا 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 اح نحنا احناsil نتكلم عن مشروع مرتفع القيمة للاهالي وما يمتلكونه وقيمة التعوضات الضخمة اللي Figa التي تدفعها للاهالي المشكلة الواضحة هي فكرة ان الأهالي الذين يرفضون طرق منازلهم او مساكنهم حراحا بنتكلم عن اسكان بديل هذه الوسيلة اللي ممكن الدولة او وزارة الاسكان تلجأليها لتطمينها هؤلاء الاهالي خاص هل ممكن تعمل معهم عقود هل هتطلعهم على مخططات المبانيهم؟ علشان احنا شفنا ان المشكلة مش في الوافق على ترك المنزل وخط تعويض لا المشكلة هي في من يرفض ترك منازله او مبنىه في الوقت الحالي ازاي الدولة حطام من هؤلاء الاهالي الحاجة التانية هل فيه نوع من الحوار المجتمعي اللي ممكن يتم اللجوء ليه خلال الفترة القادمة من نزول مسؤولين من الحكومة للاهالي والتحاول معهم بشكل مباشر بدل من السيناريوهات اللي بنسمعها خليني يعني في اطار الرد على حضرتك اقول لحضرتك حاجة ايا كان فكرنا في تطوير جزيرة الوريق لا يمكن احد يتصور ان الدولة في سبيلها في اي منطقة مش في جزيرة الوريق في اي منطقة في ارض مصر تعمل مشروع لفئة واحدة مفيش مفيش طبع مفيش مجتمع عمراني ينجح طبقي ايا كانت الطبقة يعني لازم المجتمع يكون فيه ممثل فيه كل شرائع واكبر دليل على اللي انا بقوله لحضرتك الصورة اللي حاجة شايفها دي ده السكن البديل ده مش سكن استثماري الصورة اللي حضرتك شايفها اكثر اكتمالا في مسبيرو ده سكن بديل مش سكن استثماري ولكن هو بيتم بالشكل اللي يرفع من جودة وكفاءة المنطقة وفقا لما هو واجب حضرتك وشفتوا في عروض لنا قبل كده اسكان السماكين في رأس البر شكله عامل ازاي لانه على نهر النيل شفتوا رودة السيدة معمولة بالطابع العمراني اللي بتناسب معها المنطقة التاريخية شايفين منطقة مجرى العيون والمشروع اللي بيتم فيها المنطقة مجرى العيون الاهالي اللي كانوا سكنين هناك ألف وسبعة وحدة سكنية بيت قدام بيت في مدينة بدر ليه في بدر؟ عشان جنب الروبيكي مطرح ما تنقلت صناعة الجلود راح يسكن جنب عمله اللي كان موجود فيه فكل المجتمع بلازم إتاحة الفرصة ليه في نفس المكان دي نقطة الأولانية أساليب التفاوض في التعامل مع المناطق العشوائية والمناطق ذات الخطورة الدهمة هي واحدة ولكن احنا في مناطق كتير اكتسبنا الثقة أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا لما بدنا تطوير منطقة تل العقارب كان هناك ممنعة زي دي كده في أن الناس تمشي لأن الناس ما كانتش مصدقة أنها ترجع وعايز أقول لكم حاجة أحسن أن بعد من المباني دي ما بتدت تظهر الناس اللي حواليهم بلوركم شفتوا مش قلنا لكم مش ترجعوا هنا انتوا فكركوا هيرجعوكم في البيوت الحلوة دي دي أكيد هتتباع طب إحنا وصلين لإيه دلوقت يا فندم إحنا وصلين بنعمل حاجة اسمها مشروع الطيب 2 أو رودة السيدة 2 المنطقة المحيطة بقى اللي ما كانتش خطورة دهم الإهالي جم طب وإحنا مش نتطورونا إحنا كمان ما المنطقة بتاعتنا عايزة تتطور لأنه خلاص بقى هناك ثقة إن الدولة مش طمعنا في الأرض إحنا عايزين نعمل نقلة نوعية في حياة المواطن وبالتالي إحنا بنعمل المشروع بتاع الطيب 2 أو رودة السيدة 2 في المنطقة المحيط طيب هل ده مش معروض؟ معروض إحنا عرضنا والناس نفذت اللي راح العبور واللي راح حضائق أكتوبر واللي راح اسكان اللي إحنا عاملينه في أرض مطار بابة عشاء الأساس أن هي منطقة قريبة إنما هناك من يحاول أن يؤجج مشاعر الناس الناس هنا لسه موضوع إن أنت هتاخد ورقة وهتاخد فلوس إحنا في ما سبيرو من ثلاث سنوات كنا بندي للشخص الأسرة ألف جنيه عشان يؤجر شقة وده قد يكون قاعد في عشة أو قاعد في مكان غير مناسب ألف جنيه عشان يؤجر وستة ألف جنيه عشان لو عنده منقلات ينقلها وبعد وبنديله المبلغ كله على بعضه واثنين واربعين ألف جنيه ستة وتلاتين ستة وتلاتين ألف جنيه تلات سنوات اتناشر سنة اتناشر شهر في تلات سنين بألف جنيه بستة وتلاتين ألف جنيه وستة ألاف جنيه عشان المنقلات اتفضل اتنين واربعين ألف جنيه وبعد تلات سنين هترجع وأنا بقول لحضراتكم إحنا النهاردة 19-8 واحد تلاتين تمانية هنعلن عن نوعد القرعة والناس تقدم الأوراق اللي معها عشان تيجي تاخد الوحدات المشكلة هي أن الناس برضو ومن حقهم لأن مروا بفترات كتير من عدم الثقة إحنا التعويضات مختلفة والمواطن من حقه أن هو يكون عنده تصورات أن أنا أخش في الوحدة بوحدة أيًا كان بقى دي تكليفتها كام وأنا الوحدة اللي قاعد فيها تكليفتها كام طبعاً إحنا لو دولة عندنا هذه القدرات المالية لن نقله جهد إنما إحنا بنعمل الوحدات وعدد الوحدات اللي بتتبني دي أكتر من عدد الأسر اللي موجودة دلوقتي في الوراء وهيتم إتاحتها لي للناس دي مش أنا يعني إيه المصلحة أن أنا سكن حد تاني طيب هل تم جلسات أنا بقول لحضرتك وأنا رئيس هيئة التخطيط العمراني مش وأنا نائب وزير الكلام ده من ست سنين أو خمس سنين أنا رحت هذه الجزيرة أنا والفريق كامل الوزير وكان رئيس الهالة الاندسية وأعدنا مع كل الناس وشرحنا لهم خطة التطوير وخطة الدولة في التعامل مع المنطقة أو ما كناش لسه عمالنا حاجة واتناقشنا معاهم بمنتهى الوضوح بعض الناس ما صدقتش وكثير من الناس صدق ولو ما كانوش صدقوا اللي إحنا قلناه وتعاملوا معانا ما كانش دلوقتي إحنا عندنا 888 فدان تم شراءهم رضائيا المبلغ اللي محطوط للفدان 6 مليون ده مبلغ كبير ماهوش قيمة حقيقية لفدان زراعة لأن دي أراضي زراعية طيب الدولة لما دفعت المبالغ دي للمواطن لأن الخطر اللي مقابل ليها كبير أنت حضرتكم بتشوفوا ما نتكبده عشان نفتح محور في منطقة زي ترسا أو في المناطق المختلفة حجم التكاليف اللي إحنا بنتفحها عشان التعويضات والإزالات عشان نخلق هذا المحور المحور دي الدولة بتعملها عشان تساحل حركة المواطن ويبقى الحياة بالنسباله أفضل ولكن المحور دي أنا لو بعمله في مدينة جديدة هيكلفني على الأقل في المناطق دي أربع أو خمس أضعاف تكلفته إن أنا بعمله في منطقة من المناطق الجديدة فإحنا لو استنينا إن المناطق اللي زي جزيرة الوراء والمناطق اللي هو بيتم التعدي على الأراضي الزراعية فيها بشكل كبير دول بشكل غير مخطط نستنى أكتر الخسائر أكتر الخسائر أكتر فإحنا في سبيل ده بنتبع هذه التعوضات الناس متجاوبة والناس مسدقة أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا عاملين فرع بنك الأهلي في الطرح قدام جزيرة الوراء عشان إيه شوف يا أستاذنا مصادر أو ألعيب الشر في البداية كانت بتقول للناس أنت هتدي له الأرض وتمدي عقد ويديك ورقة اللي هو الشيك فكنا بنعمل إيه بنديمه الفلوس جاش وجبنا فرع البنك الأهلي وحطناه في طرح النهر تحت كبري تحت مصر عالكورنيش عشان اللي عايز فلوسه جاش وكان بعض السادة المواطنين بياخدوا الفلوس ويتصور معاها وياخد منها جزء الاحتياجاته ويضحها بقى في البنك باسمه هياخد 6 مليون وياخد 12 مليون يعمل يوم إيه هو بس عشان يتأكد أن الدولة هتدي له الفلوس فإحنا زي ما بيقول لحضراتكم المشروع مثلك مشروعات كتيرة بتتم بالعكس التعويض هنا للأراضي بتم بشكل جيد وبشكل منتظم المبالغ ما فيش مبالغ بتعلق على المواطنين طبعا هنسأل أي حد مبالغ التعويض دي كافية هيقول لك لا لأن احنا برضو مع الوقت تمن الوحدات بيزيد والتكلفة بتزيد إنما برضو لكل جهة قدرتها لو نقدر نعمل سياسات أكبر من كده الناس اللي احنا نقلناهم في حدائق أكتوبر وفي القبور وفي مطار مبابا واخدين الوحدات بتاعتهم مفروشة والفرش كان غير محسوب من القيمة يعني فرش الوحدات دي كان والوحدات دي كانت تمنها اللي تم حسابه لهؤلاء المواطنين بسعر تكلفة إنشاءها ساعة ما إنشاءها يعني الوحدة بتاعت اللي تم تعويضها دي كانت محسوبة له بـ 250 ألف جنيه إحنا الإسكان الاجتماعي أغلى من كده دلوقتي إحنا التعوضات بتاعت الناس اللي انتقلت والوحدة خدها بالفرش طبعا لأن سيطر الرئيس بسر على هذا الموضوع عليش يا غندم أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال دلوقتي حضرتك أشرت في الأول على كوى الشر كوى الشر دي بتركز على جزء واحد فقط هو الدولة وسيبها المخالفات اللي بيقوم بها المواطن فكنت عايزة أسأل حضرتك يعني حجم المخالفات أو ما تم رصده من المخالفات في الجزيرة اللي بيقوم بها من بناء على الأراضي الزراعية الجزء الثاني لو فيه مواطن قرر وحضرتك قلت أن هو الـ options بتاعته متاحة كتير لو قرر مثلا أن هو يرجع بعد كده للوحدة بتاعته إزاي ده هيوفى ليه حياة كريمة في ظل التطوير اللي بيتم في الجزيرة وهتبقى صورة مختلفة يعني لو شوفنا زي ما حضرتك عرضت قبله وبعد الزلم ما يرجع تاني سواء لي أو لولاده هيبقى حياة تانية مختلفة بعيدة عن العشوائية بعيدة عن المخاطر ده 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 دي الوحدات اللي تمت وده تشتيبها من الداخل الوحدات بالكامل مشطبة مش مش ياخدها نص تشتيب ولا حاجة أنا بس عايز أقول لحضراتكم إذا إحنا خدنا القانون جزيرة الوراء حتى قرار باجلس الوزراء كانت محمية طبيعية يعني محمية طبيعية يعني غير مصرح فيها بالبناء فكل ما هو مابني هناك بدون حقية مخالف للقانون طيب الناس اللي بنية على خط التهزيب مخالفة للقانون ولكن إحنا الدولة في تعاملها مع هذه المناطق بتغد الطرف عن الموضوع ده شوية لأن إحنا في إطار حل أزمة لمنطقة ده تخطورة وزي ما بيقول لحضراتكم الخطورة الكبيرة هنا حاجتين إنك بتنشئ مجتمع بينمو بشكل كبير جدا 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 بشكل سرطاني دون أي مرافق بنية أساسية ما زاد خطورة الأمر إنه في وسط النيل في وسط الماء اللي إحنا بنشربها وهو ده اللي خلت دولة تتحرك سريعا وتحط هذه الإجراءات عشان التعامل وبالتالي إحنا غطينا النظر حتى اللي باني على أرض وبهي بتاعت الدولة في خط التهزيب بيعوض عن المبنى بتاعه وبيأخذ كمان التعويض الاجتماعي إنما ما ينفعش إن أنا أساوي واحد عنده هذا الشكل من التعويض مع واحد تاني باني على أرض حتى وإن كان باني بدون ترخيص أو مخلص بس الأرض كان بتاعته فاختلاف بقى هذه التعاملات بتخلي القيم تختلف يؤمن الناس يقولك لأ ما إحنا زي بعض طبعا إنت بتاخد وقت عشان توضح إن القيم مختلفة أنا يعني حتى لو قتحلي ده هو أنا مش مش أقدر أكيل بميكالين قادي واحد عنده استحقاق لحاجة باني على أرضه واحد تاني ما بناش على أرضه يعني هي دي الصعوبات اللي إحنا بنلاقيها في التفاوض إحنا عندنا جهاز مدينة موجود في المكان ده وبرضو نقطة مهمة جدا اللي حضرتك سألتها مين اللي بيصرف على الموضوع وأنا قلت لحضرتك هيئة المجتمعات هو ليه طب جزيرة الوراق تم نقل ولايتها لهئة المجتمعات عبرنا الجديدة طب هل هي هي هيئة المجتمعات عبرنا الجديدة ناقص أرض لأن عندنا أرض الحمد لله ما فيه كفاية عشان هي الجهة اللي معاها القدرة المالية إن هي تحقق التنمية وفقا للرؤية المحطوطة فعشان كده إحنا في المناطق إحنا ما إحنا بتشغلين مع محافظة القاهرة يد بيد داخل القاهرة في ماسبيرو ماسبيرو مانيش مالك هيئة المجتمعات مانيش المالك ولكن أنا بنوب المحافظة في عملية التطوير وأنا اللي بدفع وأنا اللي بحول وأنا اللي بعم في مجرى العيون مانيش مالك ولكن أنا بما أن الجهة اللي عندها سوشال رسبونسبيلتي أو مسئولية اجتماعية لأن فخامة الرئيس لما جاء بخطة التطوير والدولة أو الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديدة مش المجتمعات العمرانية الجديدة اللي أنا بنعمله الجمهورية الجديدة هو تحسين شكل الجمهورية كلها سواء في مناطق الامتداد العمران الجديدة أو في الداخل وبالتالي أناط لهيئة المجتمعات اللي بتطور المجتمعات العمرانية الجديدة إنها برضو يكون لها دور اجتماعي في تطوير المناطق داخل العمران القائم وده اللي بيتم في المشروعات دي كلها والعوائد كلها بترجع للدولة والمواطنين في تحسين البيئة العمرانية بشكر حضراتكم وأرجو أن احنا نكون وضحنا الأمور شكرا تابعنا مع حضراتكم مشاهدين الكرام وقاء المؤتمر الصحفي لدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد اجتماع الحكومة من العالمين الجديدة حيث أوضح مجموعة من الحقائق أمام الرأي العام فيما يتعلق بجزيرة الوراق أكد وزير الإسكان أنه لا يوجد أي عملية إخلاء قصري لأهالي جزيرة الوراق كما أكد أن حجم التعويضات وصل إلى حوالي 6 مليارات جنيه للمواطنين وأن هناك بعض قوى الشر تتحرك لإثارة البلبلة في جزيرة الوراق أوضح أيضا وزير الإسكان أن جزر النيل جميعها معلنة كمحميات طبيعية وكان بها بعض الوحدات المبنية لخدمة الزراعة حول سياسة الدولة والحكومة للتعامل مع أهالي جزيرة الوراق أكد وزير الإسكان أن السياسة تقوم بشكل أساسي على الشراء الرضائي وفي حال وجود أي أوراق تثبت الملكية وأن سعر الفدان الزراعي وصل إلى 6 ملايين جنيه أكد أيضا أن هناك تدهور بيئي كبير في هذه الجزيرة مع عدم وجود تخطيط واضح لها وخاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي وأن هناك ثلاثة وسائل التعامل مع المباني في جزيرة الوراق الوسيلة الأولى في حالة الإيجار يتم تعويض المستأجر الوسيلة الثانية في حالة الملكية أو ملكية الوحدة السكنية يتم طرح وحدات بديلة في مناطق مختلفة مثل العبور وحضائق أكتوبر ومنطقة مطار إمبابة والوسيلة الثالثة هو اقتراح بعودة المالك مرة أخرى إلى نفس المكان في منطقة عجلة تصل إلى حوالي 61 فدان إذن هذا أهم ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي والتأكيد أنه لا يوجد أي عملية إخلاء قصري تتم بالقوة لأهالي جزيرة الوراق وصلنا مع حضراتكم لختام جولتنا الإخبارية بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظة البنك المركزية مدبولي يبحث مع مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية روسيا تنفي نشر أسلحة ثقيلة قرب زابورجيا وتحضر من استفزازات أوكرانية قرب المحطة النووية إذن انتهت نشرة الثالثة نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله في رعاية الله موسيقى